السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وسهلاً للأبناء العزاء في هذه الحصة الجديدة التي تطلعنا طبعاً بمراجعة شاملة لمادت ناشط النشط العلمي القسم السادس ابتدائي طبعاً الامتيحة إن شاء الله ديال 2021-2022 إذن أهم المعارف الأساسية والقواعد الأساسية لاجتياز الامتيحة طبعاً بتفوق وبامتياز إذن نشرع على بركة الله نعم عدنا أولاً مكونات الدرس الأول مكونات الهواء إذن ما ينبغي أن تعرفه أخي ابن العزيز هو أن الهواء خليط يتكون من غازين رئيسيين هما ثناء الأكسجين اللي هو الديوكسجين الذي يمثل بنسبة 21% تروني تكون حافظة القاعدة هذه أن الهواء هو غاز أوموجين خليط ميلانج هو خليط يعني ميلانج يتكون من جوج أساسي تنائي أكسجين بنسبة 21% ثم تنائي الأزود بنسبة 78% إذن أعيد معي الهواء فيه دوكاز اللي هو رئيسيين تنائي الأكسجين دوكسجين بنسبة 21% ثم تنائي الأزود اللي هو طبعاً بنسبة 78% وبينما غاز أخرى تقريباً واحد في المئة إذن هذه المصطلحات تروني تمرين بفرنسية خليط هو ميلانج وغاز طبعاً حجم الهواء يزداده عندما نقول إنه قابل للتوسع طبعاً بإرتفاع درجة الحرارة يزداد مثلاً نجدين واحد الكرة وضعناها في الشمس فتنتفق إذن يزداده طبعاً بالحرارة فنقول إنه قابل للتوسع وقابل كذلك للتقلص أو القيماش إذن بإرتفاع درجة الحرارة يزداد حجمه وانخفاء درجة الحرارة يتقلص حجمه الهواء كما أنه الهواء جسمه له كتلة فالحجم والفوليوم ينقص أو ينخفض دميني ويزداد يعني أغمونتي سنحتاج بعض المصلاحات إذن سنمر إلى المعلومات لدينا شروط الاحتراق يتطلب الاحتراق ثلاثة عناصر المحروق أو المحترق الخشاب، بنزين، نفط، الفحم المحرق هو الأكسجين الموجود في الهواء ثم تنشيد مصدر الحرارة لإدفاء الحريق، سنحفظوا هذا، سروط الاحتراق هنا، سنكون لدينا المحروق والمحرق وطاقة التنشيد، إذن هذا ليس سروط تزيل الاحتراق المحروق، الوراق، الخشاب، بنزين، والمحرق وهو الأكسجين الموجود في الهواء طبعاً لدينا الشرط الثالث هو طاقة التنشيد، هي مصدر الحرارة ولإدفاء الحريق، يجب حذف أحد هذه العناصر إذن هذه العناصر المحروق أو المحروق أو الطاقة حدفنا واحد ، طبعاً ينطفق الحرارة الاحتراق أو كنبيسيون، المحرق كنبيغو 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 و المحروق كنبيه كنبيغو نعم نعم نمر الى المعلومات نواتج بعض الاحتراقات النواتجية لها ينتج عن احتراق الشمعة مثلا ينتج الضوء ثم الحرارة ثم الماء ثم تنائكس الكربون وهباب الفحم نعم اذا بين النواتج البرودويني الساسيغ نواتج الأساسية هنا الماء ثم تنائكس الكربون وهو وجوء الحرارة وهو باب الفحم النواتج هم اللي بخضوية طبعا من بين النواتج كنا الماء ومن بين النواتج تنائكس الكربون وهو ديوكسيدوكاربون وهو ديوكسيدوكاربون اللي هو كيعكرنا ماء الجيز يعني اضافة ماء الجيز يتعكر نعم نصغره بشكل شيء الآن دابا سنتعرف عن مخاطر الاحتراق نعم مخاطر الاحتراق في بيئة طبعا مراقبة اذا من بين المخاطر هو التسمم بأحادي اكسي الكربون اذا هناك تسمم فهو احادي اكسي الكربون غاز لا لون له وقاتل استنشق غاز تنائكس كربون الذي يؤدي الى الاغتناق كذلك استنشق غاز تنائكس كربون الذي يؤدي الى اقتناق فأحادي اكسي الكربون هو مون اكسيد دو كاربون احادي اكسي الكربون اللي هو مون اكسيد دو كاربون استنشق غاز تنائكس كربون اه يمكن ان تعود المادة الى حالتها الاصلية مثلا تغييرات الفيزيائية بحال مثلا ثلج عندما ينصحر ها؟ ولجتين البرد شدت بوردة شديدة سيعود الى حالة الاصلية اللي هو الثلج وهي تغييرات انعكاسية خلال التغييرات الكيميائية تظهر مادة جديدة مختلفة عن المادة الاصلية اذا المادة الجديدة هي النواتج تظهر مادة او مواد جديدة مختلفة عن المادة الاصلية وهي النواتج بحل ما قلنا قبيلة بحل ما يحتار قمتها الشمعة يعطينا النواتج الماء إذا هذه مادة جيدة تونيس الكربون وغيرها ولا يمكن أن تعود إلى حيات أصلها إذا عند تغييرات كيميائية لا يمكن أن نرجع إلى الحالة الأصلية الكيميائية طبعا الحالة الحالة هي نعم ثم طبعا هنا التغييرات الكيميائية والتغييرات الفيزيائية التي ترى تحدث في جسمي وغيرها من حولي بحل التنفس التنفس يطلب الأكسجين ويطرح تونيس الكربون إذا نعمل التنفس التي نعيشها طبعا نستنشق الأكسجين ونطرح تونيس الكربون فهذه تغييرات كيميائية تقع وهنا التنفس التنفس نعم هنا صحة الإنسان والتفاعل مع البيئة يجب أن نعرف مكونات الجهاز العصبي وهذا مهم لدينا ثلاثة 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 الأساسية هي الدماغ النخاء الشوقي والأعصاب إذن هذه الثلاثة مكونات أساسية طبعا الجهاز العصبي ثم عندنا دابع سنمر إلى الحساسية الشعورية الدماغ هو العضو الذي يمكن من الإحساس سنرى يعني يرتبط الدماغ بالأعضاء الحسية بواسط العصاب هذه العصاب طبعا عصب حسي التي تنقل إليه المعلومات فيحولها إلى حساسية شعورية إذن الدماغ هو الذي يحولها إلى حساسية شعورية ثم عندنا الحركات الإرادية وبعدها حركات لا إرادية حركات الإرادية تتم الحركة إذية إترنشو رسالة عصبية في الدماغ إترنشو رسالة عصبية في الدماغ تنتقل عملا ماذا؟ النخاء الشوقي والأعصاب إلى أن تتقل نحو العضلات التي تنجز الحركة العضلات التي تنجز ماذا؟ الحركة نقف هذه إذن قلنا الحركة الإرادية تتم الحركة الإرادية إذية إترنشو رسالة عصبية في الدماغ تنتقل عملا النخاء الشوقي والأعصاب نحو الحضلات التي تنجز ماذا؟ الحركة لا أمشوف تجاه هذا طبعا قطن الحركة اللا إرادية والمسؤول هو النخاء الشوقي الحركات اللا إرادية المسؤول عنها هو النخاء الشوقي طبعا ترقبوا عن مقريب باقي الدروس متعلق الاجتماعيات وفرنسية وريديات جميع المواضيع ديال الانتحانات المتوقعة حظ سعيد للجميع ترجمة نانسي قنقر